اشتركوا في القناة كنا في اخر حلقة نتحدث عن مجموعة من العبار العامة وذكرنا اولاها وتتعلق بالشعور الوحدوي الذي احياه اللاعبون المغاربة في الامة العربية العبرة التانية القضية الفلسطينية قضية مركزية لدى كل مسلم وكل عربي وكل مغربي وقد حضرت هذه القضية في مندي القطر حضورا قويا بارزا وزاحمت اعلامها اعلام قطر والمغرب ومختلف الدول المشاركة حضرت في الملاعب وفي المدرجات وفي الاسواق وفي الشوارع رغم ان في الجميع ورغم انوف الذين حاولوا تمسها خاصة حيث تبين لهم ان التطبيع خرافة ففي رفع عالم فلسطين سقطت اوراق التطبيع وفهم الجميع ان فلسطين حية في قلب الامة وهي بالنسبة لنا نحن المغاربة وهي بالنسبة لنا نحن المغاربة خاصة قضية مقدسة منذ كان لنا هناك في القدس القديمة باب خاص هو باب المغاربة ومنذ كان هناك حي يعرف بحي المغاربة والسبب ذلك انه عندما حضر صلاح الدين الايوبي بيت المقدس كان ربع جيشه من المغاربة ولما فتحت اراد المغاربة هؤلاء العودة الى بلادهم كباقي المقاتلين فسمح صلاح الدين بعودة كل الجيوش الا المغاربة فلما سئل عن ذلك قال ان المغاربة قوم يعملون في البحر ويفتكون في البر الشداء على الكفار لا يخافون طرفة عين في الدفاع عن المقدسات والمسلمين العبرة الثالثة مقاومات النصر لقد استحضر اللاعبون المغاربة وهم في قطر افكارا رائدة وتمثلوها عمليا وقاتلوا من اجلها ومن اهمها اولا ان يضى الله مع الجماعة وان التكامل والتعاون والتلاحمة امور تحقق المبتغى فالفرد لا يستطيع ان يحقق انجازا الا بمساعدة جماعته تانيا ان الاحترام يفرض بالاستماتة والانجاز وبذل اقسى مجهود وكان شعارهم انفضوا النوم وجدوا للعلا فالعلا وقف على من لم ينام تالتا ان الضعيف لا يبقى ضعيفا باستمرار وان القوية لا يبقى قويا دائما رابعا ان الطموح متاح لمن يجد ويجتهد والطموح لا نهاية له قد ينتهي عند التماس المشاركة فقط وقد يمتد الى الطمع في تجاوز دور المجموعات وقد يتمح في ربع النهاية او نصفها وقد يتمح في الوصول الى النهاية بل الى الفوز فيها وقد تجسد هذا الطموح في شعار يرفعه المغاربة باستمرار هذه البداية مزال مزال خامسا ان الانتصار ليس مستحيلا يحتاج فقط لاستجماع مقوماته من التوكل على الله والاعتماد عليه واتخاذ كل الاسباب المتاحة مادية كانت او معنوية تلك بعض مقومات الانتصار التي خطت لها المدرب ونفدها مع اللاعبين فصنعت المستحيل وبالمناسبة فالمستحيل ليس مغربيا سادسا ان الحر يتمنات الابداع ولننتج ونبدع يجب ان نكون احرارا في وطننا فلا عطاء في ظل العبودية العبرة الرابعة ما سنستفيده اقتصاديا وسياحيا امام التألق غير المسبوق لأسود الاطلس وارتفاع اسهمهم في برصة كرة القدم اصبح العالم يراقب عن كتب تحركات هذا الفريق الذي اصبح سفير المغرب على جبهات متعددة فمن جهة ستساهم هذه الانتصارات في التعريف بالمغرب على المستوى العالمي حيث ان عددا من سكان العالم لا يعرفون المغرب ويحركون الان محركات البحث للتعرف على المغرب وثقافته وتاريخه ومعالمه الطبيعية وسيستفيد المغرب من ذلك ثقافيا واقتصاديا وسيطلو ذلك من جهة اخرى ابتداء من الموسم السياحي المقبل ان شاء الله اقبال هؤلاء على زيارة المغرب وسيحرك ذلك عجلة السياحة والتجارة والصناعة التقليدية وللحديث تتم وإلى لقاء آخر دمتم بخير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين